كلينا برد نروح ليه بقى نخش شوية تفاصيل بطولة السوبر زي ما أنا بحب أقول عليها ومجلس الإدارة طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب كلفه الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة هنا بقى بعتة الفريق الأول للكرة في مباراة السوبر اللي هتكون إن شاء الله يوم خمسة خمسة أيام قليلة جدا بتفصلنا يعني بأبوظبي تحديدا وحيواجه الزمالك وإن شاء الله زي ما بنرجع نقول إن شاء الله الفوز يكون لصالح النادي الأهلي هيكون المباراة وحتكون المباراة على أستاذ محمد بن زايد بأبوظبي وكل التوفيق وعايز أرجع أقول لكم تاني التذاكر يا كريم خلصانة خلصانة من فترة عايزين نشوف مباراة رائعة ونستكمل سلسلة الإنجازات والانتصارات للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة الحمد لله محققها رغم الدروب اللي حصل فيه موسم ما رغم الثغرات اللي حصلت برضو في فترة ما احنا اتكلمنا عن ده كتير لما بنبقى فيه عندنا مشكلة على الفكرة بنطلع نقول بس بنتلع نقول عشان احنا عايزين نحلها ولما بيبقى فيه فترة الدنيا فيها كويسة وفيه تقلق من بعض اللعيبة بنطلع ونشيد فده دورنا ده دورنا إن احنا نكون زي ما بتقال كده مراية زي ما بتقال كده أداة للمحاسبة لأن انت في نفس الوقت انت مش طالع بس تشكر وخلاص لأ احنا كان عندنا مشكلة في فترة ما كان عندنا مشكلة في بعض اللمسات الأخيرة وغير 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 وفي بعض اللعيبة ما كانتش في حالة التقلق بتاعها اللي احنا نعرفها فإحنا طلعنا وقلنا الكلام ده لكن لما تيجي دلوقتي وتشوف وقلنا برضي ده حتى وإحنا في فترة الوحشة بتاعتنا كريم أو الفترة اللي كان فيها دروب قلنا سرعان ما بيعود النادي الأهل مرة تانية يقف على الرجلية وبيعود وبيراضي جماهيره النقطة دي مهمة جدا فكرة ان انت تراضي الجماهير بتاعتك حتى لو زعلتهم وفي الأول وفي الآخر الجماهير بتزعل مش علشان انت بتخسر انت عشان بيشوفك انك كنت تقدر تفوز كنت تقدر توصل لما كانه أفضل وهو ده للنادي الأهل تحديدة أنا أريد بكلم عن الجماهير ومنتظران منه فإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل وإحنا عندنا لسه مشوار طويل جدا وهرجع أقول تاني أنا من الناس اللي متطمنا إلى حد كبير مع قيادة مارسل كولر بعش أنت برضو بتشوف احنا شفنا لغاية دلوقتي ما يكفي من الأمارات والإشارات ان احنا ماشيين في التراك الصحيح وبالمناسبة جزء الأخير من كلامك برضو يعني اتحقق كمان في الفترة الأخيرة فكرة ان يبقى الجمهور عنده تحفظات ما تخص الفريق وان الفريق يرجع مرة تانية يوقف على رجده حتى بشكل فردي على فكرة أو بشكل جماعي ويراضي ويصالح جماهيره وده حصل في الفترة الأخيرة وبيحصل في كل مرة وان كانت على فترات متبعدة والحمد لله ناية على فترات متبعدة لما بيكون الجمهور مش راضي كل الرضا عن الفريق يعني دي ما بتحصلش معانا غير كل فين وفين